وش هي أوامر الـ SQL؟ كيف ممكن تتعامل معها وكيف تدخل من جهازك إلى سيفر MySQL عن طريق Kali Linux السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في مقطع جديد اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن أساسيات أوامر الـ SQL كيف ممكن تتعامل معها وكيف نستخدم قاعدة أو سيفر MySQL في Kali Linux ونستخدم الأوامر هذه هذه الأوامر رح تفيدنا كثير إذا فهمناها بتفيدنا في الـ SQL Injection رح نبدأ بإذن الله سلسلة الـ SQL Injection لكن أتمنى من كل قلبي على تقدير التعب اللي رح أطكم إياه وعلى السلسلة القوية اللي رح تنزل بإذن الله تعرفون الشرح لمن أمسك أنا أمسك بالتفصيل وبجودة عالية جدا قد ما أقدر فيا ليت يا ليت من كل قلبي أتمنى إنك تشترك في القناة وتعطيني لايك لأنه والله العظيم لأنه رح يحمسني هذا الشيء يحمسني حرفيه ممكن يوم ثاني نزلكم فيديو ثاني فأتمنى أتمنى من كل قلبي إنكم تنشرون هذا المقطع لأخوياكم للقربات أي أحد محتاج يتعلم أساسيات أوامر الـ SQL هذا المقطع مناسب له بإذن الله فيه تكملة للمقطع هذا بس نبي نجيب 100 لايك بإذن الله في أقرب وقت ممكن تذكروا ترى سلسلة SQL Injection رح تنزل شيء على مستوى هذا الشيء اللي أنا مخبيه لكم فأتمنى أشوف تفاعل جميل جدا منكم وأكتف الكومنت اللي تبي سولف تكلم قول رايك قول اشتبي أبد أنا تحتامكم أترككم مع الفيديو اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن أساسيات لغة SQL عشان تعرف وتفهم SQL Injection لازم بالأساس تفهم وش هو الـ SQL كيف يشتغل الـ SQL وش هي أوامر الـ SQL كيف نسوي جدول كيف نضيف البيانات إلى آخره إن شاء الله رح يكون فيديو جدا بسيط وخفيف تمام في البداية عشان ندخل سيفر SQL لازم نشغل سيفر هو من نوع MySQL كيف رح نشغله بكل بساطة نكتب sudo service mysql start رح نحط الباسود حق الكالي عشان شيء كذا هو شغال ولا نكتب status رح نشوف إنه هو active running لازم شيء كذا هو شغال عشان نطلع من الواجهة هذي نكتب cutler C كيف رح ندخل سيفر SQL رح نكتب sudo mysql-u mysql-u بمعنى سيفر بصفة root لو ما كتبنا سيفر رح نخش بصفة هو اليوزر حقنا ياسر تمام فرح نسوي sudo mysql-u بمعنى يقول اليوزر ايش هو؟ هو root منتاز كذا دخلنا السيفر بكل بساطة من أول أشياء اللي رح نعرفها هو أمر select select ونختار حاجة معينة نقول مثلا version تمام عشان ننهي من كل query لازم نكتب آخرها semi column اللي هي هذي لازم تمام ونشوف شرح يطلع select شغلتها انها تدور احد من ال built and function اللي هي version تدور عليها وين مكانها اوكي تعالي وعطيني الoutput حقك واظهري هنا ممتاز هذا هو version حقك ذاتباس حقنا تمام طيب الفكرة هنا انه في case sensitive بمعنى انه لو احنا كتبناه مثلا version رح اجيب ليها لو مثلا كتبناها select بهذا الشكل رح اجيب لي مايهمة ابدا اللي هو سواء كان capital small مايهمة مثلا نكتب هنا small version عادي اجيب اللي هو output طيب ويش الافضل والمتعارف عليه الافضل والمتعارف عليه انها تكون كلها capital ليش لانه احنا لما نكتب tables والdatabase رح تفرق من capital تمام وبذكر هو database لازم تكون جدا حريص لانه فيها case sensitive بمعنى لو كان عندنا database اسمه user مثلا بهذا الشكل لازم user ما تجد تقول والله user ما ينفع ممتاز هل نختب تكتب هذا الشكل خلاص رح نستخدم حاجة واحدة لا بامكاني نستخدم اكثر من بلت فنشن في نفس الكريري رح نكتب select version dash أو فاصلة رح نكتب مثلا اللي هو current date current date رح يظهر لك التاريخ حقك تمام برضو ممكن نقول now رح يظهر التاريخ حقك مع الوقت مع الدقائق مع الثنواني بالضبط لاحظنا هنا ايش لاحظنا احنا بعد كل بلت فنشن رح نحط فاصلة ومسافة هذا هو لازم تمشي على الأمر هذا وما حطت مسافة ما رح يشتغل معك طيب رح نضيف اخر حاجة اللي هي مثلا هو user خلاص كذا انهينا الكويري وش رح نسوي دائما لما نهني الكويري رح نستخدم اللي هو semi column مثلا تلاحظ اخر شي رح نكتب semi column ممتاز رح يظهر جدول واحد اللي هو virgin current date هو التاريخ now اللي هو الحالي واليوزر اللي هو ممتاز طيب في حاجة مثلا نحن كتبنا select مثلا virgin ممتاز جاءت أنا بحط semi column ضغطنا enter رح نشوف في سهم ما السهم هذه يسمونها multi line تمام الكويري بمعنى انه ينتظر انك تكتب وتكمل كويري باكثر من سطر ممتاز لا تتلخبط عادي طبيعي هو لازم ننهي احنا بسمي كولم خلاص نكتب semi column وانت رح يظهرها طيب كيف رح نستخدم multi line من صالحنا بامكاننا نكتب select ممتاز ثم نضع سطر جديد رح نكتب origin ورح نضع بعدها فاصلة ممتاز enter سطر جديد رح نكتب user فاصلة كلها رح تكون بجدول واحد رح نستخدم برضو بلتون فكتشن ثاني ورح نقول مثلا current date فاصلة نضع سطر جديد وبرضو الأخير رح نقول طيب هنا رح ننهي semi column لأنه خلاص رح ننهي الكويري حقتنا ب semi column طيب نفس الشي انا كتب enter او الله انا تلخبطها الحين شرح نسوي عادي طبيعي جدا نضغط semi column وراح يظهرها كلها بجدول واحد طيب ياسر انا ما بيها بجدول واحد ابي كل واحدة لها جدول كل معلومة لها جدول عادي تقدر تمام كيف في البداية رح نكتب هو select رح نقول مثلا now رح نقفل الكويري كده بس لا رح نحط مسافة رح نكتب select ونكتب البيلت فونكشن ثاني طيب ياسر لماذا ما نكتب now ونكتب هنا virgin وانتهى الموضوع الآن انت لما قفلت الكويري حرفيا كأنه قلت له زكيلة virgin كأنه قلت زكيلة ما هو فاهم عليك ممتاز ما سنقف select now نقفل select virgin نقفل عشان نكتب برضو شيء ثالث اللي هو يكون جدول الحالة نحط select ونقول user نقفل والاخر شيء نقفل 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 أي غلط راح يجي ما راح يظهر لك وراح يظهر بشكل طبيعي ممتاز الآن نحن كتبنا select now select virgin user و select current نقفل انتر راح تلاقي كل واحدة لها جدول الحالة ممتاز ممتاز طيب الآن مثلا نحن كتبنا select version كده كتبناها غلط ممتاز ونحن نقفل مثلك مثلا ونقفل نقفل نحن نقفل نقفل الـ لأنها كتبناها غلط وفيها كل بساطة سنكتب back slash ونقفل ممتاز هذه من الأساسيات في البداية كيف نتعامل مع select query ممتاز طبعا هنا عشان مثلا نبي نثبت ثغرة اللي هي SQL بإمكاننا بس اللهم نكتب لهم أو نجرب لهو مثلا select نقول مثلا user وطبعت وطبعت على الصفحة وطلعنا الـ user هنا لديك يعني لديك إثبات للثغرة أما أنت لو مثلا تسوي dump أو تأخذ أو تجيب الـ database كلها هذا خطر عليك أنت وهذا غلط وغير قانوني فعشان نثبت ثغرة SQL injection مثلا نستخدم أحدا من فنكشن الموجودة مثلا version user إلى آخر إذا طبعت على الصفحة راح يكون هو إثبات كويس لك أنك لقثرت SQL injection ومن الأشياء الممكن أن نستخدمها آخر شيء إذ هو مثلا select sleep راح نقول sleep لمدة ثلاث ثواني راح يأتي ويستقبل بعد ثلاث ثواني مثلا هالثلث ثواني هذه بإمكانك أن تستخدمها لثغرة SQL injection بمعنى لو استخدمنا مثلا select sleep ثلاث ثواني أو خمس ثواني واستقبل هذا الشيء أنه هناك SQL injection أما لو أنك تجيب وتطلع البيانات كلها حق الموقع هذا خطر عليك وغير قانوني يعني يقول لك أنت ليش أصلا صوت ذك كذا ليش طلعت البيانات ينقلب عليك بالسوء تمام عشان نستغل ثغرة SQL ونجيب ونتبت أنها ثغرة SQL ممكن تستخدم select version أو select user أو select sleep مثلا نستخدم sleep مثل ثلاث ثواني أو أربعة ثواني مثلا خمس ثواني سيستقبل بعد خمس ثواني ممتاز كذا ستوديهم التقرير و زي الحلاوي يقبلونها طيب بطبيعة MySQL فيها database مخزنة والداتاباس بطبيعتها ستتخزن على شكل جداول كيف ممكن نشوف الداتاباس هذه ونشيكها لها في أمر اسمه show show يعني أظهر لي أظهر إيش اللي هي database ممتاز راح نلاقي مجموعة database موجودة و مخزنة ما راح تلقى نفسها عندك راح تلقى ممكن ثلاثة database اللي هي توقع information schema و mysql و test راح تلقى هذي بس الباقي أنا كلها سويت ال database عشان يكون مثال كويس عندنا ال database الموجودة hotel و my data saver shop store test transaction website الاخري طيب أنا بدخل على database موجودة هنا وبستخدمها وبشوفش فيها كيف ممكن ندخل على database هذي في أمر ثاني اسمه use طيب ندخل مثلا على database اللي هي website راح نحط website اسمها بالضبط لو كان e case sensitive نفسها يتخير راح يطيني error عشان كذا احنا لازم ننتبه بالأسامي الموجودة أما بالأوامر عادي راح نسوي use و اسم ال database لكن السيمي كولوم هنا عادي تحطها ولا ما تحطها تمام لو ما حطناها راح ينفع شوهوا بيضبط معنا واستخدمنا database أو بإمكاننا أنه نكتب use و اسم ال database مثلا hotel طبعا هي تكون مرتبة على شكل أبجدي بحرف الأبجدية تمام نبي نكتب أمر ثاني بعد ما نستخدم يعني نقول حسنا أبيك تستخدم ال database و أبيك تظهر لي table و إش الأمر برضو أن نظهر table الموجودة نحط semi column لأنه راح نحط أمر ثاني و الأمر هو شوه شوه أظهر التابلز اللي هي الجداول الموجودة نحن هنا حطينا semi column لأنه حطينا أمر ثاني عشان نكون أمر واحد بالله أبيك تستخدم database اللي هي hotel و أبيك تظهر لي التابلز الموجودة وش اللي صار استخدمنا hotel وأظهر لنا التيبلز الموجودة التابل الموجودة التابل واحد لها هي customer ممتاز وش اللي صار استخدمنا database هي hotel وأظهر لنا التابلز الموجودة اللي موجود في الجداول جدول واحد فقط اسمه customer طيب خلينا في البداية نرجع للويب سايت ممتاز ونبي نظهر التابلز الموجودة وش راح يطلع لنا في الويب سايت في تابل اسمه account شرايكم نشوف وش اللي فيه فيه أمر اسمه describe describe يظهر لك المعلومات الموجودة في الجدول وش راح يطلع لنا هنا راح يطلع لنا راح يطلع لنا جدول وفيه معلومات الجدول نفسها بمعنى انه راح يظهر لنا الكولومز الموجودة في الجدول أو اللي هي العامود مثل ما تشوفون هذا العامود تمام راح يظهر لنا الكولومز اللي هو البصر والطلع جدول والمواز والجندر والإيميل يعلمون هنا البصر والمواز كيف سوف نستخدم هذه البيانات بكل اختصار سوف نستخدم الكويري سوف نكتب الامر select او تدور وتظهر لي الموجود سوف يكون في امر جدا جميل النجمة يقول لك ابيك تكتب لي first name والlast name والجندر والإيميل ابيك تكتب لي first name والlast name والجندر والإيميل من ما اسم التابل الموجود؟ اكاونت يعني ابيك لو سمحتها الدياتابيس تحدد لي الاربع كلها كل شي الموجود من التابل اسمه اكاونت ويظهر لي كل شيء وما سوف يظهر؟ ال first name بيانات لحالها في الكولم سيظهر لنا last name برضو بيانات لحالها في الكولم وبرضو عندنا الجندر بيانات لحالها والإيميل كل كولم في بيانات وفي حاجة احنا استخدمناه اللي هي Varchar هي 15 الشار 6 والشار 25 بدنا لها شوية راح نشرح وش معناتها طيب شرايكم نستخدم الدياتابيس الثانية الاسمه هوتل UseHotel طيب عادي نسوي عادي ديريكت اي تقدر او بإمكانك تظهر الدياتابيس من جديد data basis ممتاز راح نشوف اللي هو الهوتل راح نستخدمه UseHotel عشان مرة واحدة راح نقول show tables ممتاز راح نلاقي table اسمه customer طيب نشوف معلومات table customer راح نقول disccribe customer وش راح يطلع لنا full name credit card number room gender birthday طيب لكل واحد منهم لها data type فار شار شار 16 انتجر ثلاثة شار ستة وديت تمام هذه معلومات الكولومز والموجودة في الجدول او العامود الموجود في الجدول على كل عامود في بيانات خاصة له طبعا نبي نشوف البيانات الموجودة في الجدول الكامل نقول سيلكت والامر الذهبي هو نجمة يعني يحدد لي كل حاجة يعني يجيب لي كل حاجة حسنا من ما اسم الجدول كس تمام ممتاز وش رح يطلع هنا رح نشوف الفول نيم لكل واحد منهم الكل واحد منهم موجود في كولوم الفول نيم رح نلاقي اللي هو الشيء الثاني هو كردة نمبر رح نلاقي كولوم خاص له معلومات الصرافة عندنا رقم الغرفة رح نلاقي كل واحد منهم له رقم غرفة الجندر نوع الجنس ميل او فيميل ممتاز على كل واحد منهم واخر شيء لهو بيرتي نوعه داتا تايب ديت رح نشوف كل واحد منهم الديت حقه او بيرتي حقه حقه اشتركوا في القناة داتا تخبيبي اشتركوا في القناة بعض القناة